رجل يقول أنا جائم الصفر وأعلم أن المسح على الجورب من الرخص المباحة للمسلم بصفة عامة فما شروط المسح على الجورب؟ وقياسا على الجورب هل يجوز المسح على العمامة بالنسبة للرجل؟ أو المسح على الخمار بالنسبة للمرأة؟ المسح على الخفين بدل غسل الرجلين في الوضوء ثابت بالسنة الصحيحة سواء أكان لحاجة أم لا وجعله بعض العلماء من المتواتر الذي لا يجوز إنكاره والخف حذاء مصنوع من الجلد أو من مادة أخرى تشبهه كالجوخ والقطم ويسمى المتخذ من هذه المواد جوربا والمسح على الجورب ثابت أيضا عن كثير من الصحابة وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلي رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح لكن ضعفه أبو داود قال العلماء ويشترك في صحة المسح على الجورب أن يكون فخينا فلا يصح المسح على الرقيق الذي لا يثبت على الرجل بنفسه من غير رباط ولا على الرقيق الذي لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته ولا على الشفاف الذي يصف ما تحته رقيقا كان أو ثخينا ولم يخالف أحد من الأئمة الأربعة في ذلك بل زاد المالكية في الجورب أن يجلد ظاهره وهو ما يلي السماء وباطنه وهو ما يلي الأرض وعلى هذا فلا يجوز المسح على الجوارب المعروفة الآن ما دامت لا تمنع وصول الماء لأن القصد الأساسي من المسح هو عدم وصول الماء إلى الجسد فإن كانت بالمواصفات المذكورة فلا بأس بالمسح عليها ولا ينبغي أن يؤخذ جواز المسح عليها على إطلاقه ولا أن تكون التسمية لمجرد الشبه كافية في الإلحاق بالمشبه به في الحكم فكم في التسميات من تجاوزات وكم فيها من الاعتماد على أدنى ملابسة مع المخالفات في الأمور الجوهرية أما المسح على غطاء الرأس فقد روى مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة أنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين وروا مسلم وغيره عن بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار والمراد بالخمار كل ما يغطي الرأس من الرجل أو المرأة ومنه العمامة للرجل والطرحة وما يماثلها للمرأة قال جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز الاقتصار في مسح الرأس في الوضوء على العمامة أو الخمار ويجوز تبعا يعني أن يمسح الناصية المكشوفة ثم يكمل على غطاء الرأس بالمسح ولا يجب خلعه وحجة هؤلاء أن الله فرض المسح على الرأس والحديث الوارد في العمامة محتمل التأويل وأحمد بن حنبل الذي قال بجواز الاكتفاء بالمسح على العمامة والخمار يعتمد على الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب أي العمائم وهذا الحديث كما قال النقاد حديث ضعيف لا يعارض القوي والقائلون بالجواز بعضهم اشترط ما يشترط في المسح على الخفين من لبسه على طهارة وأن لا يتجاوز يوما وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر ومهما يكون من شيء فإن المسح على الرأس هو الواجب كما قال الجمهور وليس فيه مشقة لأن بعضهم قال يكفي مسح ثلاث شعرات لا دميع شعر الرأس ومن كان شعره يتأثر بمسحه كله فليمسح قليلا منه فهو كاف على أن ذلك كله في الوضوء أما الغسل فلابد فيه من غسل السعر كله والله أعلم